السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احذروا ثلاث أوقات ما ينفعش نصلي فيهم تعالوا نعرف بعدما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم فيه ثلاث أوقات حبيبي في اليوم نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها ايه هم التلات اوقات تعالوا نشوفهم الوقت الاول من بعد صلاة الفجر مباشرة حتى بعد الشروق الشمس بحوالي 17 دقيقة يعني صلينا الفجر بنجلس بقى نذكر المولى عز وجل نقرأ وردو القرآن نعمل اي حاجة الا الصلاة نقول اذكار نقرأ القرآن لكن ما نصليش لحد اول ما نشوف النتيجة الشروق على الساعة كام افترض مثلا الشروق على سبعة الا تلت تمام يبقى ايه نبتدي نصلي صلاة الضحى الساعة سبعة يبقى بعد الشروق بتلت ساعة لحد الوقت ده ما نصليش خالص من بعد الفجر لحد بعد الشروق بتلت ساعة او ب17 دقيقة والاحوط يعني نقلينا تلت ساعة تمام كده يبقى الوقت الاول اللي ما بنصليش فيه اللي فيه نهي عن الصلاة فيه من بعد صلاة الفجر لحد بعد الشروق الشمس تمام بتلت ساعة ليه بقى قالك لان ده الوقت اللي كان بيتعبت فيه عباد الشمس للشمس الوقت ده كان عباد الشمس يقوموا يعبودوا الشمس في الوقت ده الوقت التاني الذي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه من قبل صلاة الظهر بحوالي تلت ساعة لحد اذان الظهر افترض مثلا الظهر بيدا مثلا ده لابد المسال الساعة 12 تمام يبقى من 12 إلى 3 إلى 12 ما نصليش ده وقت نهي عن ايه عن الصلاة تمام الوقت ده ليه في نهي عن الصلاة لاني ده الوقت اللي بتصعر فيه نار جهنم عافانا الله واياكم فنهانا النبي عن الصلاة في ذلك الوقت الوقت التالت من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس الوقت ده كله ايضا وقت في نهي عن الصلاة لان ده برضو نفس الوقت اللي بيتعبت فيه عباد الشمس للشمس طبعا هنا النهي عن ايه بقى عشان دركز في الموضوع النهي هنا عن التنفل المطلق عن ان انا اصلي نوافل لكن في صلوات تانية يجوز اصليها حتى لو في وقت النهي سبحان الله اي نعم اي صلاة ذات سبب فنصليها في اي وقت حتى في اوقات النهي عن الصلاة يعني احنا عندنا هنا نهي عن الصلاة من امتى من بعد الفجر لحد بعد الشرق بتلت ساعة ومن قبل الظهر بتلت ساعة لحد اذان الظهر ومن بعد العصر لحد المغرب طيب لو فتني فريضة اصليها ولو في وقت النهي واضح كده لو هصلي استخارة يجوز حتى في وقت النهي طبعا الافضل ان احنا نصليها في اوقات ما يكونش فيها نهي لكن لو اضطررت محتاجة اعمل استخارة سريعة مش هستنى بقى لما وقت النهي يعدي يعني لو انا رايح مثلا وظيفة معينة عايزة استخير ربنا قبل ما اروح واللقاء هيكون بعد العصر بساعة وده كل وقت النهي اعمل ايه اصلي استخارة في وقت النهي ما فيش اي مشكلة ايضا يجوز صلاة التوبة عايز اصلي ركعتين توبة واحد ازنب عايز اصلي ركعتين توبة يصلي في وقت النهي كذلك سنة الوضوء يجوز الانسان يصلي سنة الوضوء في وقت النهي كذلك تحية المسجد دخلت المسجد في وقت النهي اصلي ركعتين تحية المسجد حتى لو كان في وقت النهي صلاة الجنازة كذا بأي صلاة ذات أسباب يجوز أن تصلى في الوقت العادي وفي وقت النهي فتني فريضة يجوز أصليها أيضا في وقت النهي ومن الحكم بقى في النهي عن التنفل لنبينا هنا صلى الله عليه وسلم عن التنفل في أوقات النهي الثلاثة دولة ألك لمخالفة الكفار والمشركين في أوقات عبادتهم الباطلة عرفنا كده حبيبي أوقات النهي عن الصلاة الثلاثة وليه النبي نهانا عن أن نحن نصلي في الأوقات ديات وأجاز لنا الصلوات ذات الأسباب تمام أن نحن نصليها في أي وقت حتى في أوقات النهي أسع الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته